السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلاب في دروس التعلم عن بعد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات الصف الخامس الوحدة الثالثة تصميم وبرمجة الروبوت عنوان الدرس الروبوت في حياتنا اليوم أهداف الدرس الهدف الأول أن يعرف الطالب الروبوت الهدف الثاني أن يذكر الطالب أنواع الروبوت مصطلحات الدرس الروبوت الثابت الروبوت المتنقل الهدف الأول أن يعرف الطالب الروبوت عزيز الطالب انتبه جيداً للحوار التالي بين سعد ونورة الهدف الأول مصطلحات الدرس الهدف الأول والآن هل يمكنك عزيز الطالب أن تخبرني ما هو الروبوت؟ الروبوت الروبوت هو آلة تقوم بتنفيذ تعليمات برمجية لأداء مهام معينة وقد يعمل بتوجيه عن بعد أو بشكل تلقائي الروبوت يستطيع أن يحاكي فبإمكاننا صنع روبوت يشبه الحيوان أو الإنسان أو السيارة مثلاً أيضاً بإمكانه أن يتفاعل فربما قد يجلس الروبوت معك ويلعب لعبة شطرنج مثلاً بإمكان الروبوت أن يستشعر فعلى سبيل المثال يستطيع الروبوت أن يستشعر الألوان كما هو موجود أمامك فيقوم الروبوت مثلاً باختيار الكرات الحمراء أيضاً يستطيع الروبوت أن يتعلم العديد من المهارات الجديدة إذن عزيز الطالب ما هو الروبوت؟ أحسنت هو آلة تقوم بتنفيذ تعليمات برمجية لأداء مهام معينة وقد يعمل بتوجيه عن بعد أو بشكل تلقائي الهدف الثاني أن يذكر الطالب أنواع الروبوت يوجد نوعان رئيساً للروبوت النوع الأول هو الروبوت الثابت وهو روبوت له قاعدة ثابتة وأدرع روبوتية متحركة هنا نرى الذراع الأولى وهذه هي الذراع الثانية يستخدم في المصانع ويمتاز بالسرعة والقوة يؤدي المهام المتكاررة مثل إنتاج السيارات وحمل الأشياء الثقيلة انظر للفيديو التالي والذي يوضح كيفية استخدام الروبوت في المصانع موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سل كل روبوت بنوع حركته من حيث الثبات او الحركة سأمهلك عزيز الطالب بعضا من الوقت لتفكر في الإجابة الطائرات المسيرة بدون طيار تستطيع التنقل من مكان لآخر إذن هي روبوت متنقل السيارة ذاتية القيادة أيضا تستطيع التنقل من مكان لآخر هي روبوت متنقل روبوت التنظيف يتجول في أنحاء المكان لتنظيفه فهو روبوت متنقل الذراع الروبوتية في المصانع تعمل وهي ثابتة في مكانها إذن هي روبوت ثابت الصراف الآلي يبقى في مكانه دون أن يتحرك ونستخدمه لسحب وإذاع النقود إذن هو روبوت ثابت والآن عزيز الطالب قم بفتح التدريب رقم 5 صفحة 132 قارن بين الروبوت الثابت والروبوت المتنقل من حيث التعريف والاستخدام سأمهلك بعضا من الوقت لتتذكر ما تعلمناه الروبوت الثابت هو روبوت له قاعدة ثابتة وأذرع روبوتية متحركة يستخدم في المصانع أما الروبوت المتنقل فهو روبوت قادر على الحركة وله أذرع روبوتية ذات قاعدة متحركة يستخدم في اكتشاف الفضاء والحياة البحرية والقيام بالأعمال الخدمية عزيز الطالب أتمنى أن تكون قد استفدت من درسني اليوم وتمنياتي لك بالنجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر